الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك اللهم إرحم موتانا اللهم إشف مرضانا اللهم إني أسألك أن تحبب إلينا الصلاة اللهم حبب إلينا الصلاة اللهم لا تحرمنا من الصلاة اللهم وفقنا إلى الصلاة اللهم أسعدنا بالصلاة اللهم حينا بالصلاة اللهم آمتنا ونحن على صلاة يا رب العالمين إذا هناك متصل فأنا أستمع إليك نعم نعم يا أختي السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا أختي أحبت أنشق فيك عندنا يا إمه نزلت عيشة وكيمة باب الله يحموه في 98 وعطاولها قبل دي سي هذك الوقت عطاولها 16 مليون ومن بعد ذوك هكذا يقلقوها النشقل ويقول لك هذك قبل دي سي حبت شقصي ولا صح جيد قودي تسمعيني هل تسمعيني أنا السمعيني جيدين باش تفهمي باش تعرفي كيف يفهد ديري إن شاء الله شوفي أنا روحوا روحوا للشركة الشركة اللي عطاوله 16 مليون الباباكم الله يرحموه يوسع علي الله يرحموه أسألوهم هل هذا المال جمع له في حياته ولا لا لا مال جديد مستألف من عند الشركة إذا قالوا لكم هذا مال تاعو يعني كي كان كين شركات عيوضوا ما تخلص الخدام كان ينحولوا كل شهر إذا ينحولوا كل شهر من ماله مال التاعو معنى هذا المال انتاع الوارثة لأن المال مال الميت وماله الميتي يقسم على الوارثة أما أما إذا كلا لمشي مالجومي عليه في حياته وإنما الشارك دير قانون خدمت نهار ولا خدمت 30 سنة تعطيك 16 مليون هنا يا هذا المال تعيمك ما تتقسمه مع حتى واحد إلا إذا أرادت فهمت هذه المسألة ودوك كان مع حياته كامل إذا كان ماله هو لابد أن يقسم على الوارثة إذا رأي صرفاته ونفقاته في نفقاتها تروح تقسم على الوارثة يعني هكذا على وارقة وتبدأ تخلص بالعقل لأن من حق الوارثة إلا إذا سمحوا وقالوا لأخلاص يا إما إحنا رأينا مسامحين ما تطعينا أولو وهذه قصة أخرى يا أختي هاي شكرا شكرا جزيلا الله يرضى عليك والله يرحم الميت انتعكم إن شاء الله خدوا بالكم هذه المسألة رأي توقع بالزاف يموت إنسان الشركة تعطي المرتو مئة مئة مليون كي ليعطوهم مبالغ ضخمة يعني ومبعدها توقع فتنة بين العائلة هل هذا المال تديه مرتو ولا يدوه الوارثة أنا أفتي أعوذ بالله من كلمة أنا اللهم اغفر لي وسامحني وتب علي اللهم إنني أجتهد يا رب العالمين في أن أقول كلمة الحق وأسهل الأمر على المسلمين إذا كان المال انتعه جمع له في حياته كي شركات عوض ما تعطي الخدام أنا نمثل لا نمثل باش برك تفهمه زعم الخدام يخلص خمس ملايين هما يعطونه ثلث ملايين وستمئة ويخبوله الباقي فهمت يخبوله هذهك مليون وربعمية ملايك يموت يعطونه من المرتو هنا المال انتعه وماله الميتي يقسمه على أي يقوله الورطة كاين بعض الشركة لالة تعطي له شهرية تاعه ودير قانون أيما خدام عندها يموت يعطيه ستين ولا خمسين لمرتو ولا حق للقبر كما يقوله هذا لالة هذا مال مستأنف هذا تديه اللي اعطوه لها سواء مرتو ولا يماه ولا بنتو اللي اعطات لها الشركة هذاك المال تديه وتصرفه في القانون تعال الشركة كما قال الشركة إذا من أجل القبر ولا من أجل الكفن ولا عشاء تعلميين كما يقوله ولا إعانة للزوجة انتعه فهمتوا واللي يفهم يفهم لم يفهمش أعود إلى الأسئلة الكتابية في انتظار المكالمات سائلة تقول أو سائل يقول ماتت امرأة في قريتنا الله يرحمها ولما دفناها أصرت ابنتها أن تضع الحناء معها في القبر ويذيع لا أحد ديري معها الحناء وش عالت راح تزين في قبرها أو لا يوبالك راجلها ما تزين تلوش في حياتها لا حول ولا قوة إلا بالله واشدر بالحناء في قبرها ماتت امرأة في قريتنا ولما دفناها أصرت ابنتها أن تضع الحناء معها في القبر ووقعت مشكلة ولكننا رضخنا للأمر ووضعنا معها علبة من الحناء فما حكم الشر في هذا الفعل هذه بدعة منكر هذه بدعة منكرة الميت ما يدي معاه إلى الكفن وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطل والكفن هذا وش يدي الميت يدي الكفن ويدي أعماله الصالحة أعماله الصالحة أما علبة حناء باكي حناء وش حدير راح حدير وش حدير راح تزين راح تزين للدود راح تزين للدود حسبنا الله ونعم الوكيل نعم يا سيدي أنا أستمع إليك نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوف شوف عندنا واحد القضية عائلية مدبيات تصدح ليش في الأمور نعم يا سيدي قل لي شوف عندنا بابنا عندنا عنده زيل الله البارك ايه وحبي يكتب على ثلاثة من الأخوة وثلاثة لنا هذا بابك ايه نعم اسمحني وانا قتلون ايا وذي تعطي ناجا وما ندوش ايه انا محبيش ندوش اكتب الثلاثة الفرين نعرف ورايهم اسمعني جيدا هذا هذه تسمى هباحة للحياة ما يسمى ورث لأن الورث معناتها رجل يكون مات باش نقوله حاجة ورث معناتها يكون الميت قد مات الشي اللي خلاه يسمى ورثا اما في حياته في حياته اذا كان كامل اذا كان كامل القوى العقلية شوية كي كان كي كان بس عليه كان يقول كان من درش من المد احتل واحد ومن درش واريت وبعد ذا كي كبر مسكين فتتحقت سحين سناء داروا جميع اسمعني يا سيدي اذا كان كبير في السن بحيث فقد قواه العقلية فقد قواه العقلية يعني والله لا يحسن التصرف في املاكه ولا في نفسه ولا فهذا الكتاب انتعكم العدم اذهب الى القضاء والقضاء ينصفك اما اذا كان في كامل قواه العقلية فهي هبا يجوز له ان يهب املاكه لمن يشاء ولو مشهم الوارتة ولو مشهم ولاده شكرا يا سيدي الله يرضى عليك الله يرضى عليك كيف ينفرق بين الهبا والميرات الميرات مع تراجل مت انا خلاص املاكه تقسم بحسب الانصب الشرعية اما في حياته كامل قواه العقلية ما هو ما اريد ما هو له فهذا يجوز يمد املاكه كما يشاء ولو مشه لولاده عنده ضار يعرف واحد فاقير راح اعطاه له يجوز ويحاسب يوم القيامة نهار القيامة يتحاسب عند ربي على التصرف تنتعه ولكن انا نقول انسان يوصل تسعين سنة تسعين سنة تسعين سنة ويقول لك المد لثلاث ولادي والنحي ثلاث انا اغلب ظني ان انسان اذا بلغ تسعين سنة ما يكون يحسن التصرف يقدر يستول وعليه يقدر فاذهب الى القضاء والقضاء ينصفكم ان شاء الله اذا اعود هذه لحبة تدير الحن الاماها في قبرها هذه بدعة منكرة هذه بدعة المنكرة و لما تدير هذه الحن علاه تديرها للميت ولا كاي يدير للشاهد هذا ك الشاهد يعمره بالحن علاه الميت احي تزين المرأة هذه تزين بل في حياتها قار رجلها متمن يدير الحن فيش عرها ما تدير ونار تمر تدير لها الحن لي من تزين الدود القبر لما يوضع الميت يأكله الدود اكو تسمعوا الدود يأكل هذا كالحمل انت ربيته بالمارلو والكيوي والكروفات هذا كالحمل يكت ربيه الدود يأكله واذا كالدود لما يأكل جسد الانسان ويخلاص الجسد ما يبقى لهم شو يأكل وش يدير الدود يأكل بعض و بعض يبدأ يأكل في بعض و بعض هم يأكل في بعض و بعض حتى يخلاص وقع وش يبقى يبقى زوج دودة زوج دودة وش يدير من شدة الجوع يضرب بنتهم وحدة تأكل وحدة واش تبقى دودة واحدة من شدة الجوع ما كين ولو الانسان خلاص الدود خلاص كله بعض هم باط فبقي الدود واحد فماتت يعني هني حب نفهمكم توم تموت وحتى الدود ليكن يموت كل من عليها قل يقول كل من عليها فان الدود ليكن يموت كل من عليها فان ملع لا هذا حد يخل مع يماك يماك تدي معها صلاتها تدي معها زكاتها تدي معها الستر انسان يقول أنا نينو يكين زوج البصح جاب نعم سيدي أنا أستمع إليك نعم أهلا سيدي مرحبا بيك مرحبا بيك الله يرضى عليك نعم اسألني بسرعة لأن الوقت ضيق الوقت ضيق أنا عميه نعم السؤال السؤال الولاد اللي يحبوا يمشي برايهم ويخلون يورا يبداهم والمدى يمشي برايهم ويتمشي برايهم زوجها آه الولاد يمشوا برايهم والمدى تمشي برايهم ولا أحد يطيع هذا الرجل وهذا الرجل على حق ولا على باطل على حق إذا كان هو على حق واجب عليهم أن يطيعوه لأنه على حق أما إذا كان الوالد على باطل ما يطيعوش لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما إذا كان على حق واجب يطيعوه لأن هذا من بر الوالدين وترك طاعة الوالد من عقوق الوالدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تسمعوني يا سيدي هل تسمعوني هل تسمعوني هل أنت تسمعوني قل نسمع قل نسمع جيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول رضا الرب في رضا الأب رضا الرب في رضا الأب يعني لما يرضى الوالد على أولاده ربي يرضى عليهم ولما الرجل يرضى على زوجته يوم القيامة هذه الزوجة تدخل إلى الجنة من باب خاص باب يا ربي دير لها باب خاص إلى الجنة لا تدخله إلا المرأة المطيع لزوجها شكرا يا سيدي شكرا جزيلا شكرا جزيلا ولكن حاجة للنبه إليها إذا إنسان يحب ولاد يطيعوه يربيهم على طاعة الله لما تربي أولادك على طاعة الله من الصغر على طاعة الله تذكرهم بالصلاة تذكرهم بالطهارة تذكرهم بالصلاة على رسول الله لما يكبر يطيعوك وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر